بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء طلاب طلاب سكندري وان مع حصة جديدة من حصة ميستر ساينز مع ميستر شريف الهواري اه نهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا في هنتكلم عن في هنتكلم يا ولاد في عن الاول يا ولاد طبعا مفكركم ان كل لينكات طبعا تحت الفيديو ده موجودة الدروس اللي فاتت كلها اه كمان اللينك بتاع الفيزيكس موجود دروس الفيزيكس كلها ان شاء الله هتابعوا معي باستمرار يا ولاد وباذن الله ان شاء الله هنخلص ونحل اسئلة على طول على الاجزاء اللي احنا اخدناها اه فقط الوقت بس هو اللي بياخرني شوية لكن ان شاء الله بازل الله هنحاول نخلص في اسرع وقت الفترة اللي جاية ان شاء الله اه عشان نتكلم عن المول يا ولاد لازم نبعارفين حاجة مهمة جدا اللي هو ايه اللي هو في الابداية لازم نستلع نفسنا السؤال يعني ايه يعني ازاي نربط ما بين يعني كتلة المواد كتلة مثلا الكالسيوم كورورايد كتلة مثلا الماس بتاعت السوديوم نايتريت اللي اللي وعدد المكونات بتاعته يعني يا مستر او بقى يعني ايه بقى ده هو اللي ساعدنا ان احنا نعرف اللي هو مين اللي هو المول ايه هو المول يا ولاد what is meant by the moon طبعا unit of quantity of matter unit of quantity of matter يعني الوحدة بتاعت كمية المادة لاي مادة تمام لاي مادة الوحدة بتاعت الكمية لاي مادة تمام كده طيب طبعا الكلام ده بيكون طبعا international system of unit اللي هو الSI اللي هو SI system يعني يا مستر لما اجي انا احسب كمية اي مادة في الكامستري تمام بنتكلم بالمول بنتكلم بايه بالمول يبقى ايه هو المول طبعا unit of quantity of matter in international system of units اللي هو الSI system طيب طب يا مستر المول ده احنا هنتكلم عنه هنتكلم عنه في ايه بالضبط يعني طبعا مول is defined by different ways according to يعني احنا نقدر نعرف المول بكذا طريقة على حسب ايه number one the the mall and the mass of a of substance the mall and the mass of substance يعني اول حاجة ايه اللي علاقة بين المول وال mass of substance number two the mall and of godros number يعني المول وحاجة اسمها عدد افو جادرو هنعرفه ان شاء الله number three the mall and volume of gas طبعا ده هنعرفه ان شاء الله في الدرس اللي جاي يبقى احنا دلوقتي كلامنا عن ايه يا ولاد على الاتنين دول كلامنا على الاتنين دول هنتكلم عن المول and the mass of substance يعني المول والكتلة بتاعت المادة وايه علاقة المول بالافو جادروز number اللي هو عدد افو جادرو هنعرفه كمان شوية طب نبدأ حاجة حاجة ولازم نبعارفين درسنا ماشي ازاي نبدأ اول حاجة اللي هو the mall and the mass of substance الا علاقة بين المول وال mass of substance تقولي يا مستر يعني هل في علاقة صمامين المول اللي هو اليونت بتاعت ال quantity of matter ده وال mass of substance طبعا ده فيه رولز على الكلام ده تعالوا نشوف any substance may be found in طبعا in the form of atoms molecules and formula units تاني كده any substance يعني يا ولاد يعني reactance او products يعني مواد بتتفاعل ومواد بتنتك بتتكون من ايه يعني ما تلاقيه على شكل in the form of atoms or molecules or or formula units يعني ايه مستر يعني مثلا عندي mg اللي هو المجنيزيم تو mg plus o2 molecule by heat عارفين طبعا ده المشهور ده اللي هو المجنيزيم بلاس اوكسجين طبعا ايه اه مجنيزيم اوكسايد ام جي او هاي اللي قدامك دي كلها عبارة عن substance عبارة عن مواد في منها الرياكتانس دول الرياكتانس اللي هما which react together وده الام جي او ده اللي هو البرودكت اللي هو طبعا ال substance which product from the reaction طيب امس بتتكون من ايه بقى زي ما احنا شايفين او عبارة عن ايه يا ولاد عبارة عن اتومز يعني تو مجنيزيم اتومز هوا زي ما احنا قلنا عبارة عن موليكيولز زي ده ده اكسجين موليكيول اللي هو عبارة عن تو اكسجين اتومز اللي هو عبارة عن او تو موليكيول عبارة عن يونيت فورميلا او فورميلا يونيتس اللي هي ام جي او اللي هي سي غضية السيغة دي اللي هي بتوع بضبر ايونيك ايونيك كومباوند يبقى مستر اني سابستانس اني سابستانس can be found in the different forms على اشكال مختلفة مي بي ااتومز مي بي ااتومز مي بي موليكيولز مي بي فورميلا يونيتس طيب طب تعالوا بقى نتكلم عن نمبر وان لك ازمعي بقى احطى فهنا كده ان السابستانسز يا ما تكون على شكل ااتومز او قلنا موليكيولز او اللي هي الفورميلا يونيتس هنمسك بقى واحدة واحدة يا ولاد ونتكلم عنها بالتفصيل طبعا لو المادة بتاعتنا لو كانت على شكل ااتومز وحنا عارفين ان الاتوم عبارة عن ايه طيب تماما ركز بقى معاي كده نحن کے احنا كل ده فين يا ركز ده فن想 اتكلم عن ان المそうだ ضم negatively كانت سابستانس على شكل ااتومز طيب تعالوا نفسarlку ده عارفة عن ايه لو كانت سابستانس على شكل ااتومز طيب تعالوا نفس كТية ده المعلومة المهمة دي. طبعا يا مصر. بتكون طبعا ايه? او صغيرة جدا. طب الماس بوان اتم. الماس بوان اتم دي بقى بيسموها باسم يا ولاد. بيسموها باسم او ازاي نحسبها او بتاعتها ايه? بيقول علي ان هي اتوميك ماس يونت. يبقى تاني كده اني اتم? هاز ماس. كل اتم وليها الكتلة بتاعتها. طب الماس بتاعت الوان اتم اسمها ايه? يعني مسلا انا. خوانيين فاعيس الماس بتاعت الاتوم يا ولاد الصغيرة جدا دي بالكيلو جرام مسلا? لا يا مصر. طب الجرام يا يا مصطر ده الجرام ده كبير جدا على الاتوم. فلو على ما قالوا خلاص. قالوا ان اتم يوان اتم. اللي هم اختصروا باسم يا ولاد اي اميو. تمام كده? يعني مسلا قولك الماسوف كاربون تولف. كاربون اتو بلنزا ماسوف كاربون اتم تولف. تولف ايه? اي اميو. اللي هم برضو اختصروها بحرف اليو بس يا ولادي. يبقى او تولف ايو او تولف يونتز. يارب نكون فاهمين. طيب. نجي بقى الحاجة مهمة جدا حاجة اسمها زمولر ماس. زمولر ماس. ايه هي? هي عادي يا مستر خالص الاتوميك ماس. عادي خالص. هي دي. هي الاتوميك ماس. تاني كده. وحنا قلنا الاتوميك ماس اليونت بتاعتها اسمها ايه? اسمها مستر اميو. اللي ايه الاتوميك ماس يونت اللي هم نختصرها بحرفرف وound مستر اهم ايه? لو انت كتبتلي اليونت ما بقىش اسمها مبقاش اسمها اكتوميك ماس يونت او ما بقش اسمها ايتوميك ماس سوري باسمها ايه باسمها عن الضمولر ماس. يعني بقاتز منت بايlafور ماس طبعا ايه هي الاتوميك ماس عادي خالص عادي خالص لكن بتاعتها بنعبر عنها بايه يا ولاد? يبقى ركز يا ولاد ركزوا. كده عرفنا يعني ايه? الاتوميك ماس هو عبارة عن اللي هي طبعا اخسار بتاع حيوة. طب ايه ده لو انا عبرت عنه بالجرام لكل مول يعني طلعت الناتج مسلا واقلت تولف جرام برمول. يبقى انا مش بتكلم عن الاتوميك ماس او اللي هو الماس بتاعت الاتوم يعني بتاعت الكربون مسلا باتكلم عن المولر ماس بتاعته. طيب بصوا كده معي. وما ايه هو اللي بقى المول يا مستر? وايه علاقته بالاتوميك ماس? المول برضو يا ولاد هو برضو يا مستر? يا مستر يعني يعني المولر ماس اه بس انتة مكملش يكمل كده. ايه مستر يعني كده اهمي نكتشف hemos بالمول بنعبر عنه بالجرام لكل مول صدي observers عن information بعبر عنه بالجرام كده يا ميستر يعني كده عربنا نكتشف حاجة. عربنا نكتشفه ان الاتوميك الاتوميك ماس هو 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 الرقم بتاع المول بس اللي مختلف فيهم هنعرفها دلوقتي يا ولد هنشوفها دلوقتي يعني نشوف الاكزامبل ده وانا هيوضح لنا كل حاجة بصوا كده بيقول لك ايه ايه ده اتوميك ماسو في سوديوم توينتي ثري يونتز اللي هو اي اميو صح كده ايه بيقول لك كده ايه بقول لك ان السوديوم ده شايفينه السوديوم ده الاتوميك ماس بتاعته توينتي سري يونتز مش كمل فايند فايند ذا مول وف سوديوم عادي خالص اتقول له يا ميستر احنا عارفين ان زمول وف سوديوم ان المول من السوديوم سانية واحدة عارفين ان المول ايه هو ايه المول بصد كده في الديفريشان ده اتوميك ماس اوفان المنت اللي هو ده يا ميستر اه اللي هو تونتز ري بس بس كده بس كده يا بس ايه تقول له ان المول ايكوال تونتز ري جرامز انا فهمت كده يا ميستر يعني من الاخر كده ده انا معي مثلا حسام في المعمل بقوله يا حسام روح هاتلي هاتلي مول من الصوديوم. روح هاتلي مول من الصوديوم. روح اجيب له ايه يعني? اجيب لكيلو بسلا. لا استنى بس علي. ما انت عارف ان الاتوميك ماس للصوديوم بكام? يبقى انت زي الشاطر كده هتروح تجيب لي مول من الصوديوم اللي هو ايه برضو? اللي هو تونتي ثري. بس تونتي ثري ايه? يبقى انت راح المعمل. هتقطع حتة سوديوم. هتوزن على الميزان. تلاتة وعشرين جرام. ترجع لي تقولي يا مستر تفضل ادي مول من الصوديوم. طب افرد قلت لك انا بقى يا محمد واحد تاني روح هاتلي اتنين مول من الصوديوم. عادي يا مستر ما اقول مول بتوينتي ثري بقى ما اجيب لك بقى اجيب لك برافو عليك. تمام كده يا ولاد? دي نمبر وان. نمبر بنتهز ولا بنخاف. بصوا كده. برضو يا مستر اه. بس اليونت بتاعتي ايه? برافو عليك. اقول كده. الناس سبقت. زمولر ماس. زمولر ماس بتاعت الصوديوم يا مستر. برضو عادي خالص. بصوا كده في الجدول ده. اه يا مستر. المولر ماس برضو بتوينتي ثري جرام برمولز. طب لو طلبت منك المولر ماس الاكسجين عادي يا مستر والاكسجين معروف الاتوميك ماس بتاعته بسكستين. هو بيديك الارقام. يبقى المولر ماس بسكستين جرام برمولز وهكذا. الخلاصة تعالوا نشوف. سو ذات اللي هي اليونت بتاعته يو اللي هي الاي ام يو. بس باليونت بتاعته جرام. ايكوال المولر ماس بس اللي اليونت بتاعته اكسبريز دو ايه? جرام برمول. فهمنا? يعني لو شلت اليو. انا حفزت على الارقام يعني مثلا لو توينتي ثري يبقى ده برضو توينتي ثري يبقى ده توينتي ثري. بس يشيل اليو وخليتها جرام فانا اكيد بتكلم عن المول. لو شلت الجرام اه سوري لو شلت الجرام وحطت جرام بالمول يبقى انا بتكلم عن المولر ماس. يا رب نكون في مناه يا ولاد. طبعا كده? تعالوا نشوف سؤال جيف ريزون مهم. جيف ريزون. اه اكيد طبعا. هل السوديوم زي كاربون اللي هو لا يا مستر. يبقى هل المولر ماس بتاعتهم زي بعضها? لأ لان الاتوميك ماس مش زي بعضها. الاتوميك ماس مختلف. يبقى طبيعي المولر ماس هيحصلها ايها كمان? هتختلف. يبقى جيف ريزون. مولر ماس اف ديفرنت المينس ار ديفرنت بكوز دي هاف ديفرنت اتوميك ماسز. لان هما عندهم ديفرنت اتوميك ماسز. اتوميك ماسز مختلفة يا رضا عن بعضها. سوزات زامول اولسو ديفرنت سوزات زامول اولسو ديفرنت هيكون المولوة كمان مالو مختلف. يا رب يكون وصلتنا المعلومة دي يا ولاد. كده احنا خلصنا نمبر اول. اللي هي كانت لو تفتكروا كنا قلنا ان السابستنس مي بي ان زا فورم اوف موليكيولز وفورملا يونت. جيت دور على مين بقى? ان زا فورم اوف موليكيولز. لو انا بتكلم عن موليكيولز يا ولاد مش بتكلم عن اتومز. هتكلم عن موليكيولز بقى كاملة. الموليكيولز في منها نوعين. بس الفرق بينه من الاتوم العادية ان هو بيتكون من تو اتومز. او مور. يا لما هو لك مثلا ايه? اكسوجين موليكيول يبقى اوتو. نايتروجين موليكيول اني تو. لكن لو اتوم يبقى اني بس. او او بس. فبما اني بتكلم عن الموليكيولز وف اليمينز يبقى تبقى مثلا الموليكيولز بصفة عامة في منها الموليكيول زي اوتو اني تو مسل. وفي منها كوفيلانت كومباوند موليكيولز. يعني اما تكون المينت او اما تكون كومباوند والكمباوند بيكون كوفيلانت. زي مين? زي اللي هو الهايدروجلوريك اسد. طيب. تاني مستمر واحدة واحدة. يبقى هدواتي بنتكلم عن اي يا ولاد? هدواتي بنتكلم عن على شكل موليكيولز. الموليكيولز نمبر وان موليكيول. او تو اني تو سي اللي تو. وي هدو كوفيلانت كومباوند موليكيول. نمبر تو لو زي الاتش سي ال لو طبعا بيكون كوفيلانت كومباوند. طب يا مستر. ايه بقى هنتكلم في الجزئة دي عن بما اننا نتكلم عن الموليكيولز. موليكيول كامل. يا ماتو اتمز اور مور. يبقى لازم نتكلم عن حاجة اسمها الموليكيولر ماسز. او الموليكيولر ماسز. الموليكيولر ماسز اللي هي بيسموها يا ولاد اسم الكتلة الجزيئية. كتلة الجزيئ كامل. موليكيولر ماسز ده عبارة عن ايه يا ولاد? ات is the sum of atomic masses. ركز الكلمة. مجموع الاتوميك ماسز. تاني كده يا مستر. بصوا كده. يعني انا لو عايز احسب مثلا الموليكيولر ماس لله سيئل. هتعمل ايه? هجيب يا مستر الاتوميك ماس بتاعت اله لوحدها. وهجيب الاتوميك ماس بتاعت الكولورين اللي طبعا اله بوان وكولورين سيرتي فايف بوانت فايف. يبقى انا حسبت كده الموليكيولر ماسز. عملت ايه? عملت يا مستر ساميشان. هو بيديه لك. هو بيديه لك. للاتومز اللي هي زي الاتشوف سي اللي كده. يا سلام يا مستر. يعني انت كده فصصتها لنا تاني كده. انا عندي موليكيول مثلا. وليكن اه اني اي تو اس او او فور. دوت موليكيول. ده مش كنباوند. 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 عايز اعرف. عايز اعرف الاتوميك ماس بتاعته. تمام كده? هتقول لي عادي يا مستوري. عايز اعرف الكتلة الجزائية بتاعت كتلة الجزيء ده كل. كتلة الموليكيول ده كل. هتقول لي يا مستر عايت. هعمل ساميشان لتون سوديوم اتومس بلاس وان سالفر. المجموع الرقم بتاعها بلاس اربعة اكسجين. يبقى نجد كده الموليكيولر ماس. يا رب يكون في منها يا ولاد. ويعرفنا الديفينيشن. هو مجموع الاتوميك ماس او بزي اتومس. فور مينجد الموليكيول والميجرين بتاعت اسمها يا ولاد يو. اللي هي الاتوميك ماس يونت. طيب. زي يونت اف موليكيولر ماس از يو. احنا متفقين? متفقين? اه متفقين بس الاسائلين اي. الاسائلين ايه رأيك? ايه رأيك? لو انت شلت اليو وقدرتها بالجرام. يعني افت اكسبريست باي جرام. انت قدرتها بالجرام. يعني الحزبة اللي انا كنت بحسبها واردي يا ولاد. تلاكت مثلا زي ما احنا قلنا اه سيرتي سيكس بوينت فايف. يو. اللي هي الموليكيولر ماس. يعني. طب لو انا كنت قلتها جرام. لو انا كنت نهيت كلامي بجرام. يبقى انا بتكلم عن المول بقى. بس المولي مراد من وجهة نظر مين? الموليكيولز. هو يعتبر الموليكيولر ماس بس بالجرام. طب ايفت انت قدرت الموليكيولر ماس اللي انا حسبتها من شوية دي بيونت سمتها جرام برمول. ساعتها بيسموها باسم يا ولاد المولر ماس. اللي هي بتعتبر الماس بتاعت الوان مول. المولر ماس. اللي هي الماس بتاعت الوان مول. وتعتبر بتاعها اللي احنا قلنا عليها وراء. في الوراء اللي فاتت. عادي خالص بس انجرام بر مول. عمال لما تكون موليكيولر ماس انجرام يبقى مول بس يا مصدر. طب لما قولي يبقى دي اسمها المولر ماس. يبقى التانية يا ولاد كده احنا هنا برضو عارفنا تلات حاجات زي بعض. مين هما? الموليكيولر ماس بس بتاعتها يو. وعرفنا المول هو عبارة عن موليكيولر ماس بس بالجرام. وعرفنا ان انا لو عبرت عن اليونت بالجرام برمول هتبقى اسمها مولر ماس. يا رب اقوم فهمناها. شو في اجزامبل? شو في اجزامبل? كاربون دايكسايد موليكيول. خلبي لك من الكلمة موليكيول. هز اموليكيولر فورميلا سي او تو. تاني كده. هو بيقول لك ان الكاربون دايكسايد موليكيول. الموليكيولر فورميلا بتاعته سي او تو. ماشي. تشكري ان كتبها لنا كبترخيرك. وميديك اللي ان الكاربون بتولف والاكسوجين بكام يا ولاد بسكستين. المطلوب عايز ايه يعني? فايند اتس موليكيولر ماس. انا عايز الموليكيولر ماس بتاعته. عايز ايه المشكلة يعني? هو اسمه سي او تو. طيب سي او تو. يعني انت كده عايز ايه? عايز زا موليكيولر. ماس. اللي هو ايه يا ولاد? هارفنا هو هو مجموع الاتوميك ماسة اللي بتكون الموليكيول ده. انت بقى يا موليكيول سي او تو ده. ايه مين الاتومز اللي بتكونك? قال لي واحدة كاربون يبقى وان تايمز تولف. لما تتنقل الرمز جديد حط بلاس. او كم اتم? تو طايمز. هو مديرك بكم هنا? سكستين. ايكول. فورتي فور. استنى. ايه وعد استعجل. وعايز الموليكيولر ماس. يبقى مستر. فورتي فور يونيت. فورتي فور يونيت. طب لو طلب تاني حاجة عايز طبعا. ماس. اللي هي زا مولر ماس اللي انت عايزها. هي هي عادي مين يا ولاد? ايكول الموليكيولر ماس. تمام? تعتبر هي نفسها الموليكيولر ماس. بس المرة دي اين? يعني ايكول. فورتي فور جرام بير مول. ادي المولر ماس. طب لو طلب المول. نفس الكلام بالزبط يا مستر بس هقول فورتي فور جرام. يا رب نكون في منها. طيب. نشوف مثال تاني يا ولاد كده. بيقول انا عايزك تحسب لي المولر ماس. ليه? اللي هو الرمز بتاعه. هو طبعا ميديك الكيميكا الفورميلا بتاعته. السيغة بتاعته. تمام كده? وعايزك تحسب لي المولر ماس. طيب عادي يا مستر. تعال نجيب الاول حاجة الموليكيولر ماس. هي ايه هي الموليكيولر ماس? تعالوا نشوف. اقول كده. زي موليكيولر ماس. ايكول السميشن بتاع الاتومز طبعا. او زي ماس اف اتمز. يبقى عندك الكبر واحدة صح? يبقى وان تايمز سيكستي سري بلس. صالفر واحدة برضو يا مستر. وان تايمز سيرتي تو بلس. الاكسجين اربع يا مستر تايمز الواحدة بسيكستين. بلس. عندك فايف. تمام? عندك فايف والهايدروجين الهايدروجين يا ولاد. كم واحدة هيدروجين عندي يبقى انت عندك فايف دي مضروبة والهايدروجين بكم بади كام تمام? تمام? عندك كم اكسجين عندي? يا مستر? فايف اوكسجين. وعندك وان اتم صح والاكسجين بكم? بسيكستين. اصلا عملت ايه? ما البيت البطاعت الاتش وبواب. فانت عندك تو هادروجين اتمز والهايدروجين بات上 وعندك مضروف فايف. وعندك نفس الكلام. عندك ادي اكسجين أتم و الاكسوجين بسكستين ومضربين في كام في الكلام ده بالكالكوليتر يا ولاد ايكوال تو هندرد فورتي ناين تو هندرد فورتي ناين تمام بوينت فايف يو يونت طب يا مثل انا كده حسبت الموليكولر ماس لو انا عايز بقى عادي انا عايز زمولر زمولر ماس اعزلوني للخط يا اولاد بها عشان الكتابة صعبة بالقلم على الشاشة زمولر ماس ايكوال نفس الرقم بالزبط بس اليونت بتاعتي جرام بير مول يا رب نكون في منها وعرفت زي احسب المولر ماس من معرفتي للموليكولر ماس اللي هي طبعا الماس فيك ملحوظة صغيرين لازب نعرفهم يا ولاد مهمين جدا جدا خلي بالنا منهم نمبر وان اول واحدة بتقول لك ان زماس فان مول او زماس فان مول ديفر فروم وان ماتر تو اناثر تاني كده زماس مول الماس بتاعت المول ديفر فروم وان ماتر تو اناثر تختلف من مادة لمادة ازاي يا مستر تعالوا نشوف التيبل ده كده واحنا نعرف قبل ما نبص علي جانب بص يا بلد الكابر سي يو المنت عادي خاص المولر ماس بتاعته كام اقول يا مستر يتعتبر 63.5 جرام بير مول لان احنا عارفين ان هو الكابر الااتوميكماس بتاعته 63.5 يونت فلما اقول المولر ماس اقول جرام بير مول طب تعال نشوف بقى في الانهايدرس طبعا كبر صال فيه لو انت حسبت المولر ماس للكمباوند ده او للماتر دي عن الماتر دي هتطلع فيها لسه لنا 249.5 جرام بير مول بمعنى كده ايه زماس فروم وان ماتر تو اناثر المول هنا غير المول هنا اه ليه انتوا لسه ايهو لسه في واخدين بالكم يعني نتيجة اختلاف المادة او اختلاف المواد في بتاعها لو هو التركيب الجزيء بتاعها طبعا كده تاني كده لاتيجة اختلاف بتاعها التركيب الجزيء بتاعها انت ليك تركيب وانت ليك تركيب تاني خالص عشان كده بيختلفوا في الموليكولر ماس كمان بتاعته الملاحظة التانية تاني كده لو انا عندي المنت يا ولا بيكون من دايتوميك اللي هو بيسموه باسم دايتوميك موليكول اللي هو او تو مسلا ده عبارة عن كم اكسجين ااتومز عبارة عن تو يا مستر يبقى فعلا ان المول من دايتوميك موليكول اوف ان المنت كنتين تو مولز من الاتومز يعني يعني انت عندك المول من الاكسجين مسلا سكستين جرام يبقى المول من ال او تو موليكول اللي هو الاكسجين موليكول تو سيرتي تو جرامز يبقى فعلا زا مول اوف دايتوميك موليكول اوف ان المنت كنتين تو مولز اوف ااتومز بتاعته على اتنين مول من الاتومز زي يبصوا في التابل دا انتو تفهموا اكتر الهايدروجين مسلا الهايدروجين المول المسل الاتوم الوحدة بوان طب الموليكول بتاعه عبارة عن ايه؟ اتشي تو تو هايدروجين ااتومز مول مول اوف 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 يعمل التاني. النايترويجين. انا بكلمك عن الموليكيول يلي هم يبقى اكيد المول يبقى بكامم. الموليكيول بقى كامل. واكذي يا رب組ẫ architects في منها الملحوظة تانية. ثاني كده يا مستر يعني في عناصر يا ولاد في حياتنا في الطبيعة بيكون عندهم يعني الفورملا بتاعتهم اللي هي الصيغة بتاعتهم بتعتمد على الحالة الفيزيئية بتاعته ازاي مستر تعالوا نشوف عندنا مثلا اللي هو الفوسفور الفوسفور ده يا ولاد الفيزيئية بتاعته اما يكون فيبر او اما يكون سولد ماشي ما اختلف لنش عادي استنى بس طلعت بقى ان الرمز بتاعه يعني بيكون من كم اتم طب السولد دي مستر نروح السولد بسرعة السولد فوسفورس يعني الفوسفورد لما يكون في شكل سولد ستيت الموليكيل بتاعته عبارة عن مونو اتم مونو اتميك يعني اتم واحدة بس يعني بي واحدة بس فتعال شوف كده المولر ماس بتاعته اللي هي الماس هو فان مول اللي هي المولر ماس لما تكون يا فوسفورس في حالة فيبر ستيت بتكون عندك فور اتمز والموليكيل او الاتوم الواحدة بتتكوى من سيرتي سري يونت او جرام برمول يبقى المولر ماس بتاعتك وان هندر توينتي فور جرام برمول على عكس انت فوسفورس برضو لما تكون صولد ستيت بتكون وان اتم بس فبتكون سيرتي وان جرام برمول نفس الكلام في السالفر السالفر فيبر ستيت والسولد ستيت الفيبر ايت اتمز اس ايت يعني ايت تايمز سيرتي تو اقوال هندر تففتي سيكس جرام برمول ان سورد ستيت كنست افوان اتم مونو اتميك سوزات زمولر ماس انت زمس افوان مو افوان اتم اللي هي سيرتي تو جرام برمول يارب يكون فهمنا كل الفكرة اني سم المنز هاف ديفران موليكيور فورملا الفورملا بتاعتها بتختلف زمان شايفين كده اقواردنج تو دير فيزيكال ستيت لايك سالفر ان فوسفورس نمبر ثري يا واحد اتنسوا احنا كنا في احنا كنا بنتكلم عن وعرفناها خلاص نمبر ثري بقى اللي هي بتكون اسمها الفورملا يونت الفورملا يونت ركز معايا في اللي جيدة وخلي بالك معايا انا ممكن معبر عنها عن طريق الفورملا يونت بتاعته يعني مثلا هي دي الفورملا يونت بتاعت الايونت تمام كده زي مثلا هي دي الفورملا يونت بتاعت طب دي بتعرفني ايه مستر بتعرفني النزمة من اللي بتكونه يعني تعبار عن طيب تعالوا نشوف ده كده هو برضو هيفهمنا اكتر بصوا كده عندنا والكالسيوم طب يبقى الريشو بينkk اينز اي اي بوزيному والسي الي انجتب وهنا اي اي bus ة وهنا اتنين ما بال lob بين الاتوم هنا وان تو وان هنا وان تو اي تو توني جيتم الفورمولا ايونة اني سي ال هنا سي اي سي اللي تو طب المورة الماس عادي يا مستر وحسبها وانس اني اي وان سي ال وهنا حسبت وان كالسيوم وهنا تو سي ال تعالوا بقى نعرف حاجة اسمها اللي هي الشبكة البلورية اللي بتكون الايوني ايه يا مستر دي اسمع كده يعني يا مستر شايفين زي كده يا مستر دي بس انا بقى ينهلكو اكتر شوي انت عندك مثلا السوديوم اي مش حدفنا اني اس اي اللي ده عبارة عن اني اي بوزيتف في جنبها سي ال نيجيتف سي ال نيجيتف دي بقى مش جنبها من ناحية واحدة دي جنبها من اربع جهات سي ال نيجيتف بصوا كده سي ال نيجيتف سي ال نيجيتف وبعدين يا مستر شايفين السي ال دي جنبها هنا اني اي بوزيتف وهنا اني اي بوزيتف ومن هنا اني اي بوزيتف واكيد من ناحية دي ونفسي الكرام هنا اني اي بوزيتف واكزا ولك بصوا بقى كده هتبص له ايه ان كل واحدة متحاطة من الاربع جهات يعني بشو احنا مختلفة فتعمل شبكة الايوني تتعمل شبكة بيسموها باسم ايه اللي هي الشبكة باللورية يبقى الديفنيشن بتاعها الايون 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 الواحد بيتحاط من كل الجهات يبقى ايونات متشارج مختلفة عشان تكون في الاخر اللي هي الكريست اللاتس اللي احنا قلنا عليها طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض اعايز طبعا الحل بتاع هو يا ولاد قدامنا على طول اتقول يا ميستر هم يديك طبعا لازم يديك التابل ده اهو يا ميستر وانا عندي يبقى فاش مشكلة نفس الكلام عندي يبقى ايهي انا بس كنت عايز طيب اخر حاجة عشان نتيجة نحل مسائل ونشوف اه ايه بقى حكاية افو جادرو ده عدد افو جادرو ده اه العالم افو جادرو ده ولاد اكتشف ان عدد الاتوم او الموليكولز او الفورملا يونيتز ان اي مول في اي مول من اي مادة يعني مثلا عندي مول مول اهو كمية ده مول من والكمية ده مول من الاكسوجين لاحظنا ايه ان المول من الاني سابستنس كونتين فيكسد نمبر اواتومز او اعينز او او فورملا اونيتز ايجوال افو جادرو نومبر الوا سيكس بوينت زيرو تو تايمز تيم باور توينتي سري اللي هي بقى ايه اتوم او 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 اللي احنا قلنا عليهم دول. تاني كده. عشان ما نستعجلش. نمشي حاجة حاجة. ازاي نحسب عدد المولات. احفظ دي زي اسمك. هنستخدمها كتير جدا. الهي كتلة المادة. اللي هي كتلة المول. اللي هي عدد المولات. ازاي تحسيبه عدد عدد المولات. يعني لو عملنا التريانجل ده. عدد المولات ايكوال. تمام كده? طيب. تعالوا بنخش على. أفوكادروز number. طوالا. The number of molecules or atoms or ions or formula units in one mole of substance is equal 6.02 times 10 power 23. كده. اي هو أفوكادروز number. وايه هو عدد المولملات. هو عدد المولكول او الاتوم و وال ايونز او الفورملا يونيتز او 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 وتلع ايقوال كام سيكس بوينت زيرو تو تايمز تين باور توينتي ثري. طيب ماشي انا ما فقط فيه رول مهمة ليك اه طبعا. او الاتومز او الايونز اللي انت بتلع عليهم دول اللي انت عايز تجيب النمبر او موليكولز لو سألك في الامتحان. على او 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 الفورملا او او كل ده هيبه ايقوال ايه ايقوال المول بتاع المولكل ده او المول بتاعت الاتوم دي فامين قصدي? يعني وصللك على او ايقوال او او افقادر نمبر طب لو انت سألتك على او موليكولز. يبقى تولي ازا او مولز او موليكيول تايمز افوكادرو نمبر. عشان كانت الانجل ده مهم يا ولاد. اللي هو ايه? if you want to get number of moles. number of moles. تمام? انا انا بدأت من هنا. خلي بالك. لو عايز ال number of moles هيبه مين? هيبه ال number of molecules and atoms and ions على افوكادرو نمبر. او تجي نعملها على عدلتها انا هبدأ بين دي. لا هي دي. the number of molecules the atoms, ions, the formula unit equal. افوكادرو نمبر. لو ده. times the number of moles. العدد المولات بتاعت مين بقى الاتومز برضو والموليكيولز والفورماليونت وهكذا. مصر احناعزيني اكزامبلز. تعالوا نشوه. how many moles are present in one hundred ninety one grams of cover? هوا عايزها فيه? how many moles? عايز يجد بص كده رجع ورقتين بس. ايهو ال number of moles? هو عدد المولات. ال number of moles هو على المولر مس. تاني كده. ال number of moles هتقول له كده. number of moles عدد المولز اللي انت عايزة اكوال. الماس اف سابستانس. اوفر المولر مس. انت عندك مين فيهم? عندي يا مستر الماس اف سابستانس اهو. ولك هوا مني مولز او بريزنت ون هندرد ناينتي. يبقى انا عندي الماس اف سابستانس. عندي الماس اف سابستانس. بكم? ون ناين ون هندرد ناينتي ون جرام. طيب. نايس اجيب المولر ماس. طب ما هي المولر ماس معروفة يا مستر. ما هي المولر ماس دي. اللي هي سي يو. سيكست سلي بوينت فايف. ما ستكتبها جرام برمول. شي نفسها اللي هي لقاتهم كمسة عدية خلص. يبقى اللي انت عايزها. الماس اف سابستانس اللي هي ون هندرد ناينتي ون. ديفايد سيكست سري بوينت سيكست سري. سانية واحدة. ديفايد. سيكست سري بوينت فايف. يبقى تاني يا ولاد. تاني. انا عايز اعمل ايه? انا عايز يا مستر اجيب عادي. عبارة عن ايه? احنا حفظ الرول دي لازم تحفظها. عبارة عن الماس. الماس بتاعت السابستانس. طب الماس من ديها لك بكام? يا مستر او ون هندرد ناينتي ون. طيب. والماس او المولر ماس اللي هي الماس سيكست سري بوينت فايف. طبعا الكلام ده يا ولاد هتحسبه بالكالكوليتور. هتابع انتما تقول بقى وان هندرد ناينتي وان ديفايد سيكستي بوينت فايف ايكوال سري مولز. يطلع فيها تلات مولات. يبقى تلات مولات في المية واحدة وتسعين جرام ده. يعني لو قلتلك روحات لسري مولز وكبر. يبقى انت هتروح تجيبلي وان هندرد ناينتي وان جرامز من القبل. مية واحدة وتسعين جرام من القبل. طبعا يا ولاد? تشوف اه المرة دي عكس المرة دي هو عايز هو عايز اقرأ وركز بتاعت ايه بتاعت نص مول يعني ده النمبر عدد المولات نص مول لسلفوريك اسيد اكتب لتاعتك اللي انت حافظه الرول بتقول ايه بتقول ان المول ايقوال الماس اف صابستانس ايقوال الماس اف صابستانس ديفايدد المولار انا عندي مين? انا عندي يا مستر. النص مول. لكن لسه ما عنديش اللي هو طالبها اصلا. ما ما عنديش لا استنى. المولر ماس بجيبها. المولر ماس ايكوال. انت عندك دوات موليكيول. يعني ايكوال. اللي هيدروجين بوان. هو قال لك اهو. بلس. سالفر سيرتي تو. بلس. خش على رمز جديد اعمل بلس. الكلام ده يطلع فيها ايتي اي سوري. طبعا جرام بير مول. انا كده جبت المولر ماس. خلصت خلاص. انا عايز اجيب مين بقى الماس فسابستانس. غيروكم بس اللونة شو ما تطلق مطوش. هعمل كروس ملتبليكيش. يبقى الماس فسابستانس اللي انت عايزها. اللي هي الماس فسالفوريك اسيد يعني. ايكوال النمبر اف مولز ملتبلاي المولر ماس. طب النمبر احنا جدناهم بكام اهو قال لك كام مول اهو قال لك يا مستر نص مول. يبقى زيرو بوينت فاي. المولر ماس بكام المولر ماس يا مستر بناينتي ايت. طبعا كده? يعني تاني يا رب نكونوا فاهمين. انا عملت طبعا بكتب انا حافز رول واحدة متعودش تلقى تفسك. يحفز واحدة وبيعملو كروس ملتبليكيش. طبعا كده? هيطلع فيها فورتي ناين فورتي ناين ايه طبعا اه انا بجيب يطلع فيها تسعة واربعين جرام. طبعا كده? تشوف اكزامبل تاني. طبعا انا عايزين تشوفوها طبعا يبناد الحل طريقة منظمة شوية انا ممكن ممسح ده كده. شفتوه معي ممكن توقفوا في الصورة. ممكن ممسح لكده بيبادل الحل ايه? كامل? لو انت عايزه يعني منظم شوية مكتوب كمبيوتر. ممكن توقف وتشوفو مرة تانية. اه اركز بقى. ده احنا كده خلنا في سكة افوغادرو يا مستر اه. اول ما اقول لك number of molecules. ايونز. موليكيولز. ايونز. اتومز. فورم الايونت. يبقى انت هتستخدم الرولي التانية. يا رب بتكونوا فاهمين. calculate the number of molecules that are found in a sample of sulfuric acid. او سوري. اف سلفورك دايوكسايد. سالفر دايوكسايد. سالفر دايوكسايد. اوف ماس سيرتي تو غريمز. هاي تطلع بتاعتي الاول? يلا نشوف. الماس. اوف سابستانس. ايكوال. ماس اوف سابستانس ايكوال. كام سيرتي تو جريمز. تمام. هو عايز. كالكوليت زا number of molecules. هو عايز number of molecules. احط جنبها كده. كالكوليت the number of molecules that are found in the sample of سالفر دايوكسايد. اوف ماس سيرتي تو غريم. فاكنة الرول بتاعتنا يا ولاد اطولي اي اي مستر تعالو كنا نعملها بالراحة وبخطي كويس كه عشاني فهمها. بتقول اي ايه? بتقول يا مستر ان النمبر. اف مول. اوف موليكيول. ايكوال النمبر. اوف موليكيولز. نمبر اوف موليكيولز. اوفر افو قدروا نمبر لو سيكس بوينت زيرو تو تايمز تين باور تونتي تري. ركز معي بقى. هل عندنا ايه? عندنا الماس اوف سابستانس. طب الماس اوف سابستانس دي تجيب لي ايه يا ولاد? تقدر يا مستر تجيب لي هو عايز ايه الاول? هو عايز النمبر اوف موليكيولز. هو عايز اللي فوقي. هو عايز اللي فوقي. بس لازم اجيب الاول النمبر اوف موليكيولز داي اتعداد المولات ليها. طب ما انت عارف من القرون اللي قبليه ان النمبر. اوف مولز. ايكوال الماس اوف سابستانس. الماس اوف سابستانس. اوفر المولر. ماس. يبال ماس اوف مول من الموليكيول داوت اللي هو مين صالفر دايوكسايد اللي هو اسو او تو. نجيب بقى المولر ماس لي او نجيب المولر ماس. اللي هي صالفر بسيرتي تو بلاس تو تايمز سيكستين. يطلع فيها سيكستي فور جرام بر مول. طيب انا جبت المولر ماس. اقدر اجيب دولة النمبر اوف مولز. اروح راجع اقولي النمبر اوف مولز ايكوال. الماس سابستانس قالك كام? تيرتي تو جرامز. ديفايد المولر ماس. احنا جايبنا دلوقتي وحسبناها في سيكستي فور. هيطلع فيها هاف مول يا ولاد نص مول. خلصت? لا انا جبت دي. ارجع بقى لمسلس اللي كانت بفوق. يبقى انت عايز النمبر اوف موليكيولز عدد الموليكيولز. ايكوال يعني ايكوال كام مول جبناه? زيرو بوينت فايف. طايمز افو جادرو نمبر اللي هو زيرو بوينت زيرو تو تايمز تيم باور توينت سري. خلاص كده? الكلام ده بالكالكوليتور هتحسبها توينت سري طلاحها برة احسن. وتعمل هاف الرقم ده. يطلع فيها سري بوينت زيرو وان موليكيول. سري بوينت زيرو وان موليكيول. طبعا يا ولاد يا رب نكون في منها. الفكرة الفكرة طلع بتاعتك يحفظك مسلسين اللي انا قلت عليهم دول هتحل اي مسألة. ان شاء الله. طبعا الكلام ده بصوا الاجابة بتاعته هي. هنمسحة كده. عشان تشوفوا الاجابة تاني. بصوا كده معي. اهو. اول حاجة هعملها. اول حاجة هعملها جبنا ايه? المولار ماس. من تلقى ايه? طبقا لازم نجيب يبقى المولار ماس. هتطلع فيها هاف مول. بعد كده عوضنا بقى في المسلس التاني بص طبعا يا ولاد ازا بتعفزوا مسلسات انا كتبتها لكم. اه طبعا بتحسبها يطلع فيها كزا. طبعا زي ما احنا بكده يا ولاد نكون انتهينا من الجزء بتاعنا او الدرس بتاعنا لو درس المول. حل مسائل كتير. بس ما تحلش مسائل من غير ما تكون محافظ المسلسين اللي احنا قلنا عليهم. مهمين جدا. في كم سؤال جيفريزون تخلي بالك منهم. اه يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس ان شاء الله. لو عاجبك الدرس اعمل لايك على الفيديو ما تنساش عشان يوصل لاكبر عدد من زميلك. واعمل شير ليه كمان وبتوفيه لكم ان شاء الله واستنوني المرة الجاية مع درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.